السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في هذه النشرة الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقص بالمغرب فان شاء الله سوف نقدم لكم اخر تحديدات النماذج العالمية ان شاء الله امتداء من زوال اليوم وكذلك سوف ندرجكم الايام القريبة المدى والمعدة المدى وكذلك المدن المعنية بتساقطة المطارية ان شاء الله في الايام القليلة القادمة باذن الله فاولا اخي اختي ذا كنت تشاهد القناة لأول مرة فلا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا باذن الله ولا تنسوا دعم المقطع باللايك وشكرا لكم مسبقا فيتوقع بالدله بعد زوال اليوم ان شاء الله ان تكون اجواء مستقرة ومشمسة على جميع مناطق المملكة بالنسبة ليوم الجمعة 26 مارس فيتوقع بالدله ان تكون بعض الزخاط المطاري اقصى جنوب المملكة على الداخل والنواحي والمناطق الداخلية اما بالنسبة لباقي المناطق الاخرى ستكون اجواء مستقرة الى قليلة السعوب في معظم مناطق المملكة بالنسبة للفترة المسائية باذن الله فيتوقع ان تكون اجواء غائمة في جنوب الشرقي للملكة والجنوب الغربي محتمال بعض القطارات الضعيفة والمتفرقة اما بالنسبة ليوم السبت 27 مارس فيتابي لنتقدم الخفض جوه اطلسي باذن الله الذي يتجول قرباء المملكة ان شاء الله سيدخل الى المملكة في الايام القليلة التي سوف نقوم بدكرها بالنسبة ليوم السبت ان شاء الله ستكون اجواء غائمة محتبال بعض القطارات المطرية في المرتفعات وكذلك الشمال الغربي باذن الله اما باذن الله كذلك بالنسبة ليوم الاحد 28 مارس فيتوقع باذن الله تبقى بعض الزخات المطرية على المناطق الاطلس كبير باذن الله وكذلك الجنوب الغربي والجنوب الشرقي بسبب امطار ضعيفة ومتفرقة مع اجواء غائمة بالنسبة لفترة المسائية باذن الله فيتوقع كذلك ان تبقى اجواء نسبة غائمة في المرتفعات ومحتبال بعض القطار الضعيفة والمتفرقة اما بالنسبة كذلك ليوم الاثنين 29 مارس باذن الله فيتوقع ان تكون بعض الزخات المطرية على الشمال الشرقي الذي ألملك تبقى نسبة امطار ضعيفة ومتفرقة ومع عجواء نسبة غائمة مع عجواء نسبة غائمة في بعض المناطق الجنوب الغربي باذن الله أما بالنسبة ليوم الاثنين تزعوا عشرون مارس فيتوقع بإذن الله في الفترة المسائية أن تكون أجواء غائمة في المرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط مع احتمال باطل قطر الضعيف والمتفرقة بالنسبة ليوم التلاتة تلاتون مارس بإذن الله فيتوقع أن تكون أجواء غائمة أقصى شمال مملكة مع احتمال باطل قطر الضعيفة أما بالنسبة كذلك الفترة المسائية بإذن الله فيتبيل أن نتقدم هذه المنخفات تدريجيا ميناء المملكة بإذن الله سيؤدي إلى مطار مهمة إن شاء الله على عدة مناطق ميناء المملكة بالنسبة ليوم 1 أبريل بإذن الله ليوم الخميس ستوقع بحول الله أن تكون أجواء مستقرة إلى قليلة السحب بالنسبة ليوم الجمعة بإذن الله سوف يدخل هذا المنخفض إن شاء الله يوم الجمعة 2 أبريل إن شاء الله على عدة مناطق ميناء المملكة سيؤدي إلى مطار مهمة ومهمة على عدة مناطق سوف نقدمه لكم بالتفسير إن شاء الله أمطار حاضرة إن شاء الله على الحسيمة وإيساقن وشفشاون وطيطوان وعصيلة وطنجا والعرائش وكذلك للميمونة والزاق وسدي علال التازي وقرية ابو محمد سيد سليمان فاس مكناس تهلال خميسة الرباط سلاع وبن سليمان دار بيضاء الرماني والمس وأمطار حاضرة على إفران وسكورة مداز وخنا إفراء واتزم وكذلك الزاوت الشيخ وابن ملال وإيمل شير وأزيلال كذير بوشيبه وقيمدن وأمزميز وأويم تانوت وبعض الزاقات المطارية على تارودانت وتاريوين بالنسبة لباقي المناطق الأخرى فستكون أجواء نسبيا غائمة كذلك على قلميم والجنوب الغربي لأملكة محكمة بعض الزاقات المطارية التي يزيد وسدي إيفني وقلميم وكذلك أفريكات وطنطان نسبيا تبقى أمطار ضعيفة ومنتفرقة بالنسبة كذلك للفترة بعد الزوار فيه وتوقع بدني الله يستمر الأمطار الخير على أقصى شمال مملكة ومور شفعة الأطلس كبير وكذلك أمطار حاضرة على طنجة وسبت الفنيدق المدينة ونهي ترى وتطوار وكذلك أصيلة على رائش شفشاون والزالة لأميمونة وأمطار حاضرة إن شاء الله على إساقن وتاونة وقارتبو محمد سديع للتازي سديسليمان وكذلك أكنول وساكا والدريوش الحسيمة والناظور أمطار حاضرة إن شاء الله على جهلا وتازوا بعض قطرة ضعيفة على ولمس ورماني ودار بيداء والحسيمة خريب قستات وكذلك السافي والصويرة ومراكش وتبايت وكذلك ابني ملال وخنيفر ومرتفعة الاطلس كبير مع اجواء غائمة بحول الله كذلك على الجنوب الغربي للملكة باحتمال بعض الضخات المطارية على تيزنيت وقلم وطانطان تبقى مطار نسبان ضعيفة متفرقة بالنسبة لفترة الليلية باذن الله فيتوقع ان تبقى بعد تساقطة المطارية على تيزنيت وامطار ان شاء الله على مراكش مرتفعة الريف والاطلس كبير وباذن الله ابني ملال وخنيفر وكيكو امطار حاضرة ان شاء الله على سكورة مداز وامطار قوية على تيلا وتيونات وقريت بو محمد وايساقن وكذلك امطار حاضرة بقوة على شوشاور وامطار ربما قوية جدا على اصيله والعرائش ووزن وللمي مونسد على التازي وكذلك سيدي سليمان وبعد الزخاش المطارية على الرباط بحول الله وامكناس والخميسات وبن سليمان رباط صلى الرماني والماس وبعد القطارات المطارية مرتفعة الريف نسبيا امطار قوية اما بالنسبة ليوم السبت ثلاثة سيتوقع بإذن الله امطار نسبيا عاصفية وقوية على شوشاون بإذن الله وكذلك العرائش لللميمونة ووزن بإذن الله اساقن طنجال فني دخل مدية قواتي طوان وعصيلة وكذلك القناة ترى بإذن الله لللميمونة سدي على التازي امطار قوية كما قلنا على اساقن وزن وبإذن الله قريت بو محمد والرباط وسلاة ضربيضة امطار ضعيفة متفرقة على الجديدة وامطار حاضرة على زود الشيخواء كذلك خنيفرة وإفران وكذلك بإذن الله امطار حاضرة على اقادير بوشباء وامزميز وكيمدن وكذلك امن تانوت وبعض القاطرات المطارية الضعيفة على تاليوين بالنسبة لباقي المطار الاخرى ستكون اجوة غائمة كذلك على الجنوب الغربي محتمال بعض القاطرات المطارية اما بالنسبة للفترة بعد الزوال ان شاء الله فيتوقع بحول الله استمرار امطار الخير على عدة مناطق ميناء الملكة ستكون امطار حاضرة ان شاء الله بقوة على باب برد وكذلك المناطق المجاورة امطار حاضرة على سبت الفنيدق المذيق وكذلك اصيلة طوال القناة تراء العرائش شبشاول للمي مونوزة استيعال التازي وسيد سليمان الرباط سالة الخميسات وكذلك الدار بيضاء وابي اذن الله المحمد يابن سليمان القارة برشيد ستاج ولاد فرج السيد النور الشاوية اسافي الجديدة والوالدية وكذلك دكالة وامطار حاضرة ان شاء الله على السواحي الغربية للمنكا وكذلك واتزم خريبكا وزوج شيخ بإذن الله وابني ملال وعزيلة وقادير بحشباء وعمز ميز وبعد الزخاط المطرية على خنيف روال مس افران وافاس وكذلك مكناس وقرش ابو محمد وتاونات بإذن الله وإساق الامطار قوية على اكنول وكذلك تالة وتازع وبعد الزخاط المطرية على سكونة مداز نسبيا ضاعفة بالنسبة للفترة الليلية بإذن الله فهي توقع استمر امطار الخير على المناطق الداخلية على وسط الشمالية وكذلك الزهول الاطلسية اما بالنسبة للمناطق المعنية بالتساقطات فهي اكنول وتاونات يساقن وكذلك بإذن الله قرش ابو محمد تالة تازع فاس ومكناس الخميسات وافران والماس الرماني سكورة مداز القارة والزم خريبكا وخنايفرة زاوت شيخ والبروج ستاش وبنقري قلات سرغنة امطار ضعيفة وكذلك امطار حاضرة على اليوسوفية ستيبويتشمان شيشاوة واملشيل امطار ضعيفة متفرقة على صويرة وأمزميز وباقي المناطق الاخرى فستكون اجواء غائمة في الجنوب الغربي للملكة محتمال بعد الزخاط المطرية على تيزنيت وكذلك قلميم وطنطن وربما تصل بعض القاطرات واجواء غائمة كذلك على باذن الله اخفى النير بالنسبة لباقي المناطق الاخرى بعول الله فستكون اجواء نسبيا غائمة في كذلك الجنوب الشرقي للملكة محتمال بعد القاطرات المطرية على بركان لكن تبقى مطار ضعيفة ومتفرقة والا هنا انت تنشت رسولنا والا اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله